صباح الخير صباح الأنوار على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة في نهارك سعيد النهاردة هنكون موجودين لمدة ساعتين مباشرة على الهواء معاكم هيكون معانا فقرات متنوعة زي ما احنا دايما متعودين في نهارك سعيد بيكون معانا اكتر من موضوع واكتر من ضيف ونتناقش في حاجات كتير جدا تخص البلد الفترة اللي احنا فيها دي بنعرض الرأي والرأي الاخر في البداية قبل ما نقولكم ايه هي فقراتنا صباح الخير يا عشر صباح الخير صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهارك ودايما سعيد مليام بالامل والتفاعل زي ما بنقول 17 يناير 2012 يوم جميل ولذيذ بان يومين مش لقيين بنزين في الشوارع او في البنزينات انما الحكومة بتقول ان هما ضخوا عدد كبير جدا او حجم كبير جدا من البنزين في المحطات البنزين ويقال انه في عدد كبير خارجين عن القانون بياخدوا البنزين اللي هما بيوزعوا يعني بياخدوا البنزين وبيحطوا عليه مواد وبيهربوه بشكل او باخر على فكرة ده خبر موجود في الازاعة المصرية حاليا انه مسكوا عدد كبير جدا من الناس اللي بتهرب بشكل او باخر البنزين المصري يعني اصاب شيء وحش ومغلوط انه يعني الشرطة بتشوف شغلها واضح انه الشرطة يعني بادية بداية طيبة مع بداية السنة في حاجات كتير طبعا بتدل على ده اكيد وقتنا دولاتي مش هيسمح ان احنا نرصدها مع بعض لكن ان شاء الله يا رب يدوم الحال على كده هيكون معانا ايه يا عشر عندنا مشاهدي نايل لايف ونهارك سعيد فقرة النهاردة اعتقد ان هي الاول مرة بنقدمها وهو فقرة انسانية في واحد لقى طفلين في الشارع ولد وبنت هو هيكون معانا النهاردة فقرة من الفقرات حضراتكو يا ريت في خلال اليوم لو اه حد فيكو عارف مين الطفلين دول لان احنا مش لقين اهليهم مين قالوا خمستاشر يوم عندهم يعني عادينا عنده لحد دلوقتي في البيت خمستاشر يوم فلو حضراتكو عارفين الطفلين دول ياريت تتصلوا على ارقام هتنزل دلوقتي على الشاشة او تيجوا تزورونا في اه اه في التلفزيون وتقولوا مين اهلي الطفلين دول او ممكن يجولنا استوديو الجيب في الزمالك استوديو الجيب معروف جدا في الزمالك ممكن تجولنا في اي وقت لو حد تعرف على الطفلين او عارف اهليهم يبلغهم او يجولنا فيه الف وسيلة ممكن توصلوا بيها لكن الطفلين دول بقلهم خمستاشر يوم غايبين عن اهلهم حد دلوقتي محادش تعرف عليهم هو بس الشخص اللي قاترخيره اللي خدهم وقعدهم معاه في البيت لحد دلوقتي وقرر ان هو يلجأ لوسائل الاعلام علشان يشوف الاطفال دي مين اهلها هنكون هيكون معنا كمان اميرة منصور الحقيقة مصر ولادة كده طول الوقت بيبقى عندنا ابطال بيرفعوا راسنا وبيبصموا بيبقى بصمتهم قوية جدا في الدول العربية وفي العالم كله نهاردة هيكون معنا اميرة منصور هي بطلة مصر في لعبة القوس والسهم حصلت على سبع ميداليات ذهبية في البطولة العربية الاخيرة هنتكلم معاها النهاردة وهتكون في استضافتنا في نهارك سعيد جبهة الدفاع عن الحريات مجموعة من الفنانين مجموعة من السياسيين الادباء الشعراء اجتمعوا ولقوا نفسهم انه مش انه هما مش يعني مش مجموعة واحدة لا ده هما عدة مجموعات والمجموعات دي كلها تلمت وعملت جبهة الدفاع عن الحريات هيكون النهاردة اه في استضافتنا الاستاذ محمد عبل الفنان التشكيلي واحد مؤسسي جبهة الدفاع عن حرية الابداع اه هتبقى فقرة خاصة عن حرية الابداع وعدم تكفير الفكر هنعرف الفقرة دي اكتر واكتر مهم مهم جدا الكلام اللي انت بتقول للاشرف هيكون معنا نهاردة كمان يعني طول الوقت احنا بنتكلم في السياسة بنجاري الاحداث اللي حصلة في مصر النهاردة هيكون معنا فقرة كده مختلفة يمكن نفرخ بيها عن صدرنا شوية ونستمتع شوية نهاردة هيكون معنا مطرب سوري اسمه زين هيكون موجود معنا نهاردة في نهارك سعيد استنونا. حلو جميل ان احنا يعني ايه فيه هدوء اليومين جون شوية. اشكروا بغط كده. كلنا مستنين طبعا المجلس الشعب القادم ومستنين طبعا خمسة وعشرين يناير. اه. القادم الاحتفال بصورة خمسة وعشرين يناير. فجميل ان احنا يعني نعمل شوية ترفيه كده. لازم على فكرة. الفقرة برضو مهمة جماعة. لازم طبعا. الفقرة الجاية هي فقرة الصحافة نبتدي بقى يومنا النهاردة. وامينة خيري الصحفية في جريدة الحياة اللندنية هي الفقرة الجاية نهارك دايما زي الفول.